اهلا وسهلا بكم الغزالات كديرين لبس عليكم اتمنى تكونوا في افضل احوالكم مرحبا بكم في قناتي قناة سومية فيديو جديد في وصفة جديدة دائما وصفاتي وصفتنا ديال اليوم هو طاجين مغربي مية في مية طاجين ديال تجاج والخضراء اللي كي يجي لديد بسف بسف ورائع ما كينج اي مغربي كي يحمقش عليه قبل ما نكتر عليكم هدرا نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير ولكن قبل ما ندوزل المقادير وطريقة تحضيري اللي عجبكم فيديو ديال اليوم لا تنساوا تدعموني باللايك بالاشتراك وبلي كومنتر زوني في حالكم ثلاثة ديال الجزارات منقينهم منقطعين طوال اربعة ديال البطاطات قطعتهم نقيت ومقطعتهم في خط ديال الجيج والجيج يبقى على حسب الضوء فلفلة مقطعي لقطات طويلة نحن ندرتغي ربع فلفلة بسلام شلدة جلبانة وحامضة اربعة حامضة مصير واللي ما عندوش الحامضة مصير يبغى يديرغى عاصرة الحامضة يديرو سوكي جزوين كوركم بقدنوس بقدنوس ناشف شوما بودرة الزنجبير فلفل اسود ملحة والزيت للطهي خديد تاجين غضي نضيفي واحد جوج معالق ديال الزيت والزيت يبقى لكم الاختيارية زيت نباتية زيت زيتون اللي بايتون انا هنقدر جوج معالق كبار ديال الزيت مخلطة بين زيت نباتية وزيت زيتون هنضيف عليهم بسلام شلدة نضيف عليها الجيج نخليه تشحر في اينا عادي نضيف خلط دكتواب اللي عندي معالقة ديال كوركم معالقة صغيرة هنا هيك استعمل معالقة صغيرة معالقة ديال تومة بودرة معالقة صغيرة ديالزنجبير معالقة صغيرة ديال بقدنوس انا ما عنديش بقدنوس طري مخديت غير بقدنوس ناشف اربع معالقة ديال فلفل اسود والملحة هنا الملحة ما غاديش نكتروها حيث عدنا الحامض مصير وكل شي كيعرف الحامض مصير انه هو كيكون مالح هدي نديرو غير شوية حيث باش ما يخرجناش الطاجين مالح عندي نسكاست الماء وربع كاست الماء لحسب الماء اللي غاي خلط ليها العطرية غاي خلط ليها دكتوابل خلطهم زيان حتي ندامجوا ونضيفهم على الدجاج انا هنا ما كنتش ناوية ندير طاجين وكتحيرش ندير الغداء قلت غادي ندير يعني غادي ندير طاجين ديالك ساعشت وقالزك لواجين تندير كان يلا جايبك من المغربة قام زرفتك شعليها ما ما متبلاش الدجاج اللي كان ناوي ديرو قبل بنساعة أو باربع ساعة اللي كان ناوي قبل يديرو يخرج الجاج ويتبلو مزيان كيجي صراحة متبل كيجي رائع مهم نص ساعة عالي لا يعني اللي حسب مهم هنا غادي نبدأ نستفى بطاطا وهنا يعني على حسب الخضر اللي بغا اي واحد يعني يقدر يزيد اللوبيا يقدر يزيدو طماطم يقدر يزيدو بزاف ديال الحويج يعني بزاف الخضراتنا ما شاء الله اللي بايزيد فالتاجين يزيد يعني الكل احده لحسب تغطيالو انا هنا اختارت ندير غاي بطاطا وجزر ووحد شوية ديال الفلفلوج البانا هيداك شي اللي كي ياكلوا لي ولا دراجلي ما كي ياكلوش الخضر الباقية فالتاجين مهم غادي بقى نستفى معاكة حتى نكمل تستفى ديال البطاطا واللي عندي نحاول لدي كبتاتها كل اللي قطعتها وديك الجزر اللي قطعته من جيبون فالتاجين هذا ندفع لي فلفلة نضيف جلبانا نحطها من الفوق وغي شوية في الجناب انا هنا ما درتش بسف حيث ما عنديش طاجين كبير بسف هاد اللي عام ادا ما جبتهوش كبير ندفع مهم دير شوية شوية من الخضراء اخا كاكرة ما نقوش لكم جالديد بالسف بالسف ندفع الحامض مسير الحامض مسيرة معروف مع تجاج أو فالتاجين كي يجيبنين كيبن الماكلة هادي ناخد ديك التوابل اللي بقات لي مخلطة نضيفها على الخضراء اللي عندين نضيفها كلها من الفوق على الخضراء حيث ما هنزيد لا عطرية لا توابل لا ملحة لا تشي حاجة همدا نضيفها على باش تايت تاخد ديك توابل وذيك الملحة وهنا غادي نضيفه هاد ربع كاز ديال ما انا المجموع كله خدمت بكاز صغير ديال ما يعني ما غاديش نزيد حتى نقطة ديال ما هنا سوف ينبعد ما وزعت داك المالي فيه العطرية على التاجين غادي نغطيه ونخليه على نار هاده المدات وعشرين دقيقة بحالك ان شاء الله اي طيب ومن بعد ما اي طيب نرجع ان شاء الله ونشوفوه كيج لديه بالسف بالسف ورائه اتمنى وصفات اليوم تعجبكم ونتمنى فيديو ديال اليوم يعجبكم بصحة وراحة ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد في وصفة جديدة الى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنساوش تخلي وليلي كومنتر زوني في حالكم دمتم في رعاية الله ونشوفكم فيديو جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة